السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله جايب لحضراتكم تطبيق هيخليك تحفظ المذكرات بتاعتك سواء كانت مفكرة عايز تفتكرها بعد كده في المستقبل او سواء كانت مثلا قايمة مشترياتها عايز تشتريها وخايف تنسى حاجة فبتسجلها ايا كان ايه هو اللي انت عايز تحفظه نص بتكتبه ويفضل محفوظ عندك ترجع له في اي وقت التطبيق بتاعنا من شركة جوجل طبعا والمست التطبيق ان انت بتفتحه من الكمبيوتر عادي ومن على الموبايل التطبيق اسمه كيب نوتز الايكونة بتاعته ظهر هقدامكم على الشاشة وهحط طبعا لحضراتكم اللينك بتاعه في وصف الفيديو تعالوا نفتح سواء كده التطبيق ونشوف ايه هو المميزات اللي احنا الموجودة فيه وايه اللي بيميزه عن اي تطبيق تاني دي واجهة البرنامج اول ما بتبدأ تستبه علامة البلاس اللي تحت دي بتدوس عليها بتكتب ايا كان ايه هو اللي انت عايزه مثلا هكتب عليها دي اول مثلا مجرد طبعا لو عايز تكتب لها تايتل بتكتب لها تايتل اوكي لو مش عايز يعني عادي اول بس مجرد ان انت تدوس رجوع بتفضل محفوظة عندك اه على الايه على 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 الجهاز في اي وقت بترجع لها مش بس كده اه طبعا هي مرتبطة مرتبطة بال بالحساب بتاعك على الايه على اه اه على جوجل يعني مرتبطة بالايميل بتاعك وبالباسورد بتاعتك محطش ينفع يشوفها غيرك اه الفكرة ان هو بيسجلك الحاجة دي اونلاين يعني بيسجلك النوتس بتاعتك اونلاين اي وقت في اي كمبيوتر في اي حتة في العالم مجرد انت بتدخل الايميل بتاعك والباسورد بتاعتك بتاعت جوجل العادية بتاعتك بتفتح التطبيق اه 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 كمان كمان مشارط التطبيق فيه لينك للكيب نوتس على الجوجل يعني مجرد انت بتكتبه على الجوجل تعالوا برضو نخش سوا نعمل الموضوع ده سوا اه 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 اوكي ده التطبيق خلاص احنا هخش بقيا دلوقتي على النت عادي اوكي اه اه سوري هخش على التطبيق من جوجل نفسه هكتب مسلا كيب نوتس اهو اوكي اوكي كيب نوتس جابلي الموقع كيب جوجل اوكي بيفتحلي كأن فاتح التطبيق بالزبط هو دلوقتي فتح لي التطبيق علشان انا على الموبايل ومستطى بالتطبيق لو انا على الكمبيوتر هيفتح لي نفس الشاشة بنفس الاعدادات بنفس كل حاجة وفيها النوتس بتاعتي وده بيخليني ان انا منساش حاجة ابدا اوكي طيب ايه الخصائص التانية والحاجات التانية انا ممكن اعملها لو انا عندي مثلا اكتر من نوت اوكي ايا كان ايه هو اللي عندي اوكي فهرجع اعمل نوت تانية اوكي وهرجع تمام انا عندي هبقى عندي كذا نوت ومش عارفهم من بعضيهم ممكن ان انا ادوس كده وادوس دوسها طويلة هعمل تيج اوكي بقيت خلتها ايه خلتها بين يعني خلتها بين دي كل النوتس اللي هتعمل لها بين هيبقوا من فوق اوكي طيب لو انا عايز اغير اللون بتاعها ممكن ادوس على علامة الكالر واختار مثلا لها نوت واختار لها لون فلو عندي كذا 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 نوت تمام كل نوت ليها الكالر بتاعها مش هتلغبط فيهم ابدا هبقى عارف مثلا اللون الاحمر انا عامله للنوتس بتاعت الشغل اللون اللي اقدر عامله النوتس المشتريات النوت مثلا الاصفر عامله الحاجات عايز مثلا كورسوات عايز تابعها ايا كان ايه هو فده بيرتبلك بزبط كده دماغك من غير ما تنسى حاجة ومن غير ما تعمل من غير ما تعمل يعني ايه تكتب الحاجة وتخاف عليها يعني كذا تطبيق مختلف عن التطبيق دون بقى مجرد ان انا مسلا اسطب روم مختلفة او اعمل فورمات للجهاز كل حاجة بتضيع ده ما فيش حاجة بتضيع لانه مرتبط بالايميل والباسورد بتاعدي ومش مرتبط بالموبايل بس اي جهاز في انترنت هخش على حساب جوجل بتاعي هكتب keep.google.com هيدخلني على النوتس بتاعدي ده كان فيديو النهاردة وده كان التطبيق بتاعي النهاردة ويارب يكون في افادة للجميع شكرا لحدكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته